لأن السعي بين الصفاء والمروة لا بد أن يتقدمه طواف صحيح الشرط الثاني البدء بالصفاء أول ما يمشي الإنسان يمشي إلى الصفاء ومشي المروة يذهب إلى الصفاء فيبدأ من الصفاء ويتوجه إلى المروة هذا الشرط الشرط الثاني أن يبدأ بالصفاء للمروة هذا شوط المروة إلى الصفاء شوط الصفاء إلى المروى شوط المروى إلى الصفاء شوط وهكذا فيجد الإنسان نفسه وقف أربع وقفات عند الصفاء وأربع وقفات عند المروى من شروط صحة السعي أيضا تتابع الأشواط كما ذكرنا في مسألة الموالاة في الطواف كذلك السعي هنا يكون فيه تتابع الأشواط إلا إذا مثل الإنسان حصل له ظرف مثلا الإنسان هو في الشوط الثاني أو الثالث وقيمت عليه الصلاة فيصلي في مكانه وبعد أن يكمل صلاته يستأنف من حيث وقف أما مثلا يسعى شوطين أو ثلاثا ثم يذهب إلى الفندق ويرجع يقول نكمل الآن هذا طبعا ما يجوز الشرط الرابع من شروط صحة السعي اتصال السعي بالطواف فالسعي لا بد أن يكون عقب الطواف بعض الناس يطوف ثم يخرج للأكل أو لتنزه مثلا وبعدين يقول والله بنسعى الآن بين الصفا والمروة هنا يعني بطل لأنه يشترط اتصال السعي بالطواف فماذا يفعل هنا؟ يعيد الطواف من جديد ثم يسعى بين الصفا والمروة متصلا بالطواف اتصال السعي بالطواف اتصال السعي بالطواف